مسلسل البيئة الشامية حواري الخير كشفت الفنانة السورية عبير شمس الدين تفاصيل شخصيتها في مسلسل البيئة الشامية حواري الخير اللي بيتم تصويره حالياً قالت عبير شمس الدين إنها بتجسد شخصية اسمها عبير في العمل وهي شخصية إيجابية إلى حد كبير على حد قولها وقالت الفنانة عبير إنها بتتعرض للظلم في بعض الأحيان خلال مواقف معينة وبتدخل فارس الأحلام في سبيل الدفاع عنها حسب تعبيرها وكمان قالت عبير شمس الدين إنه فارس الأحلام بيجي ليدافع عنها وينصفها وبوقف معاها قبل ما توقع في حبه وتتزوجه وقالت الفنانة إنه عبير الشخصية في المسلسل بتمر بمجموعة من المشاكل والعوائق خلال العمل بتتم معالجتها وحدة بوحدة في سياق الأحداث ولفتت عبير شمس الدين إلى إنه العمل بيئة شامية خالصة بتتم تصوير مشاهده بما ينسجم مع فوية وبساطة وحقيقة البيئة الشامية ونوهت الفنانة إلى إنه المسلسل في كتير من المواقف الإنسانية ومواقف الرجال اللي تحلوا بعادات ومبادئ وقيم البيئة الشامية العريقة وقالت الفنانة عبير شمس الدين إنه أملها إنه يحقق العمل نجاح حلو ويرتقي إلى تطلعات ورغبات الجمهور مسلسل حوار الخير هو من تأليف عدد من الكتاب السوريين وإخراج الظهير غريبة وإنتاج شركة أفاميا مسلسل جديد عاص الزنت صادق الصباح يؤكد تواجد تيم حسن في رمضان 2023 في مسلسل جديد اسمه عاص الزنت المسلسل في ملحمة جديدة وجغرافيا جديدة والعمل حيكون في هذا المسلسل صعب ومعقد جدا هذا المسلسل بطولة النجم تيم حسن وذان مرديني حيكون أجزاء كتير من المسلسل في مناطق ريفية